بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأصل أن المسلم يتطهر في بيته يعني يتوضى ويلبس أحسن الثياب ويخرج من بيته جاهزا للصلاة يعني لا يؤخر الوضوء الطهارة في المسجد لا الأفضل هذا الأولى نعم يمشي وهو الأفضل أو يركب لكن يمشي بالسكينة في الحركات يعني لا يأتي وهو هرول ولا مشمر ولا يرفع الصوت مثلا تكلم بالجوان فإذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليومنا في الدخول ويقول الدعاء الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم ويجعل الدنيا في خارج المسجد لا يدخل بالدنيا للمسجد يحرم البيع والشراف في المسجد صرف العملات البحث عن الأشياء المفقودة الضالة الحديث عن السياسة سب الحكام الغيبة النميمة اللعب في التهاتف إذا دخل إلى المسجد يتقدم الرجل إلى الصف الأول لا يتأخر ويجد الصلاة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد في التشاهد الأخير أدرك الإمام قائما أو راكعا تحسب له الركعة وإلا يقضي هذه الركعة دخلت إلى المسجد والصلاة لم تقم بعد ماذا تصنع تنظر في الساعة تلعب في الآتف تتكلم بيت من بيوت الله يا الله بيتنا تتقدم إلى الصف الأول تصلي ودى الصف الأول ما تتسلفه مستقر عن صلاة إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية كصلاة الفجر تصلي سنة الفجر لما تقبل الصلاة قبلية أدما صلاة تعلّت عند سبحي سنة إلا ما تتسلفه وإلا تصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن تجلس تقرأ قرآن تشتغل بذكر الله تجعل مساجد عامرة بذكر الله مسجدون ذكر يا الله نذكر يا أنا أولاد رقم الدبا وقرآن ذكرها